أم نشمي فقرة موجودة بالبرنامج تطرح أسئلة شخصية من شخصيات المجتمع تطرح أسئلة أم نشمي أنا حبيتها حبيتها زين علينا الصات شوية شباب خلي نعيده ونعلي الصات رناوي مش تاقينت يا رناوي شلونت أخ أخ يا رناوي ليش يت ليش هذا صار بيت يا رناوي تنتي لجمة النجوم ولا تزالين لكن شبس أول السحر ايه ثاني ومن بالسحر وفنوسي شبن جومي تيج بس قللي منو رناوي رريد نعرف مع إنو السلطة الصحفية تريب ومنشمي تقرف بالأخبار ليش هذا الجرى قلت يا رناوي شلو سببها شلو سببها وليش توقفتي خلينا استقل أنا حبيت أم نشمي تحية أم نشمي تحياتني أم نشمي تحياتني أم نشمي الحجاتة كل حقيقية والله صدق أم نشمي تقول سحر أو عين فعلا أنا أؤمن بذني لاثنين هاي كامرتج نعم جاوبي أم نشمي أنت وين اختفيتش أم نشمي أقولها أول شي حبي اتمسي عليك الغالية والشكرا على سؤالك علي وبالنسبة لاختفائي مريت بظروف صعبة جدا يعني شون أتقول خسارة وربح وقعت بالخسارة أكثر من الربح تراكمت علي يعني هواية شغلات لدرجة أني يعني ما قدرت وصل لبغداد دخلتي بتجارة تقدر تقول هيك شي خسارتي 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 مبالغ كبيرة هواية أنت كنت في وقتها لدرجة أنه بعت بعت كل شي يعني بيوت سيارات كل شي وان وديتي الفلوس طلعت مطلوبة واني طلعت مطلوبة من بغداد طلعت مطلوبة اي اي والله هو شوف هذا السبب المشكلة كلها الرئيسية مؤاني يعني صارت على أخواني عرفت الشغان تجد المبلغ شغان قليل يعني مئة ألف دولار لا أقل من هيج شي زين بس آني خسارت أنه مثل ما تقول فرت محبس يعني عرفت شون آني اللي سمعته أنت مبالغ هواية خسراني نعم ومبالغ هواية انطلبتي نعم منو سدد منو سدد خليني هسا راح نوقف شوية نعم نروح نقعد زين ونسالف بالصيغة فلا بما أنه فلوس وسوالف ايه حتى يصير اللي واحس على الصيغة تعالي للصيغة شكرا شكرا